اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي الرئيس دونالد ترامب باحتجاز الأمريكيين رهائم بواسطة الإغلاق الحكومي الذي يشل منذ أكثر من أسبوعين قسمة من الإدارات الفيدرالية وجاء هذا الاتهام بعد الخطاب الذي وجهه ترامب واعتبر فيه أن الوضع على الحدود مع المكسيك يمثل أزمة إنسانية وأمنية متزايدة اشتركوا في القناة